موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية اهلا بكم ونبدأ بالخبر الوطني حيث يحتضن المغرب يوم غدنا الأربعاء بربعة تشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية الذي سيعرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لبلوارة رؤية أفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي والنهوض بهوية أطلسية أفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة البلغ وشار إلى أن أشغال الاجتماع الوزاري ستتمحور حول ثلاثة مواضيع تتعلق بالحوار السياسي والأمن والسلامة والاقتصاد الأزرق والربط والبيئة والطاقة وفي إطار فعالية النسخة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط انعقدت أمس ندوى حول الوظيفة التشريعية للبرلمان في ضوء دستور 2011 وفي هذا الإطار تم التطرق لعدد من القضايا المتعلقة بدستور 2011 الذي شكل نقل نوعي في اتجاه تقوية مكانة البرلمان كما جرى بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شركة استحر أميمون في المتابعة خلال ندوة على هامش النسخة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط جرى التأكيد على أن دستور 2011 شكل نقلة نوعية وتغييرا جوهريا في اتجاه تقوية مكانة البرلمان بتغيير اصطلاح البرلمان باستلاح السلطة التشريعية في الدستور الحالي كانت متناسبة أننا صلتنا على مجموعة الوظائف متدخلين الأدوار التشريعية الجديدة المبادرات التشريعية كذلك وكل ساهمت في تأطيرها رفقات أستيدا قامت كبيرة سعب حافظ أدمينو ودكتور عمر شرقاوي وبمناسبة هذا اللقاء وقعت اتفاقية شركة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية الهدف طبعا على هذه الاتفاقية هو نفتح أفاق جديدة للجامعة لكي تقوم بمجموعة من الدراسات خاصة المتعلقة بالشأن البرلماني وبالعمل المتعلق بالعرائد والملتمسات إلى غير ذلك من القضايا التي تهتم بها البرلمان والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان أيضا سوف يتم تخصيص بعض الجوائز لفائدة البحوث خاصة على مستوى الماستر المتعلقة ببحوث بطبيعة برلمانية وسياسية الاتفاقية التي وقعها كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية شادي محمد من شأنها الارتقاء بمستوى النقاش العمومي والنهوض بالمشاركة المواطنة دائما في طارية دورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب برباط شكلت وضعية صناعة الكتاب بأفريقيا شكلت محور جلسة نقاش نظمت بحضور ثل من النشرين والخبراء المغاربة والأجانب وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية الصناعات الثقافية في الاقتصاد العالمي وخاصة في أفريقيا وكذا السياسات التي من شأنها إنقاذ مهن الكتاب اللقاء شكل مناسبة لعدد من الخبراء والنشرين المغاربة والأجانب لتقاسم التجارب ومناقشة تحديات قطاع النشر في أفريقيا وعلاقة بالخبر الثقافي دائما تشارك دار النشر مرسم في الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تتواصل فعاليتها إلى غاية الثاني عشر من يونيو الجاري بالرباط بأزيد من خمسين إصدارا جديدا من مختلف الأصناف شيماء جبران والتقرير التالي بحضور ما يزيد عن خمسين عملا باللغة الفرنسية والعربية تشارك دار النشر مرسم في الدورة 27 والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب وفي هذه التظاهرة يتم عرض جزء كبير من الإصدارات نحن من أواخر من أول 2020 الذي كانت المعرض الأخراني في التربية ونحن خمتانين قريبا درنا ما يزيد على خمسين إصدارات جديدة من ضمن أنشطة مرسم في هذه الدورة برمجت ما يزيد عن ثلاثين توقيعا للكتب الجديدة من بينها الدوان الشعري قطار الحياة للشاعر محمد لدي آخر منشور لي آخر كتاب هو قطار حياة نشرته عندي مرسم وأنا سعيد جدا به يعني ولا أتردد في التعامل من جديد مع مرسم من بين الإصدارات الجديدة المؤلف الجماعي الحصان في الفن المغرب الحديث الذي أنجز تحت إشراف رشيد شريبي ونشر في شكل كتاب بثلاثة لغات ورواية النور الهادئ لمحناجي والديوان الشعري في أنفار في الخبرية الدولي قالت روسيا اليوم الثلاثة إن مينائيين أوكرانيين رئيسيين على بحر أزوف تستولي عليهما قواتها جاهزا لاستئناف شحنات الحبوب غير أن الكريملين قال إن كييف لا تزال بحاجة إلى إزالة الألغام من موانئها حتى تتم عملية التصدير وسيطرت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني خلال 15 أسبوعا من الأزمة من الأزمة كما تسيطر شفنها الحربية على البحر الأسود وبحر أزوف مما أدى إلى عرقلة الصادرات الفلاحية الأوكرانية وارتفاع أسعار الحبوب دوليا دائما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزرائه اليوم الثلاثاء لضرورة الدفع بإصلاح العرض قصد خفض التكاليف على المستهلكين والحكومة مشيدا بالدعم الذي حظي به من كبار وزرائه بعد فوزه في التصويت على الثقة وفاز جونسون في التصويت على حجب الثقة من حكومته بأغلبية 211 صوتا في مقابل 148 لنواب حزب المحافظين الحاكم متجنبا الاضطرار إلى الاستقالة فورا لكن تمردا أكبر مما كان متوقعا داخل حزبه سبب ندوبا سياسية لجونسون الذي يكافح لاستعادة ثقة زملائه ومواطنه انطلق آلاف المهاجرين غير النظاميين ضمن قافلة الهجرة أمسنا الاثنين صوب الحدود المكسيكية الأمريكية بالتزامن مع انعقاد قمة الأمريكيتين في لوس أنجلوس والتي تبحث عدة قضايا وفي مقدمتها الهجرة حمزة الخضر والتقرير التالي آلاف المهاجرين غير النظاميين يتجهون للحدود المكسيكية الأمريكية تزامنا مع قمة الأمريكيتين وسائل إعلام محلية أفادت بأن القافلة التي انطلقت من بلدة تاباتشولا جنوب المكسيك تضم الآلاف من بينهم نساء وأطفال وينحدر معظمهم من أمريكا الوسطى والجنوبية لتقطع أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر صوب الشمال مصادر أوضحت أن هذه القافلة تسعى إلى أن تكون ورقة ضغط على قادة القارة الأمريكية الملتائمين في لوس أنجلوس بينما يأمل الرئيس الديمقراطي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق إقليمي حول الهجرة في ظل انتقادات الجمهوريين لسياساته في المجال وتعد المكسيك محطة رئيسة في مصاري الهجرة بين الأمريكيتين حيث يعبرها الآلاف سنويا بحثا عن الحلم الأمريكي فارين من الفقر والعنف والعدام الأمن والكوارث الطبيعية أجر كبار المسؤولين الحكوميين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الثلاثة في سيول المحادثات دبلوماسية رفعة المستوى حول كوريا الشمالية وقضايا التحالف المعلقة حمزة الخضر والتقرير التالي محادثات دبلوماسية رفعة المستوى بين سيول وواشنطن حول كوريا الشمالية الاجتماع بين نائب وزير الخارجية الكوري تشويون دونغ ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان جاء بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي ويتعلق الأمر بأول مشاورات مباشرة منذ إطلاق إدارة الرئيس يونسيوكيول ويخطط النائبان للاجتماع مرة أخرى في سيول في جلسة ثلاثية يشارك فيها نظيرهم الياباني تاكيو موري وقد عقد الاجتماع السابق للديبلوماسيين في واشنطن العاصمة في نومبر من العام الماضي وتأتي المحادثات الكورية الأمريكية بعد أسبوعين من اتفاق رئيسي البلدين خلال قمة سيول على ترقية العلاقات إلى تحالف استراتيجي عالمي شامل قالت وسائل إعلام أمريكية إن ما لا يقل عن 13 شخصا قد لقوا مصرعهم ووصيب أزيد من 70 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجل أكثر من 12 حادث إطلاق نار جماعي في كافة أنحاء البلاد وأدى ما لا يقل عن 13 حادثا إلى قتل أو جرح أربعة أشخاص أو أكثر وقع أغلبها في الحافلات وماكن الترفيه والمراكز التجارية ووفقا لبيانات صادرة عن موقع غان فيولونس أرشيف حدثت ما لا يقل عن 246 عملية إطلاق نار جماعي خلال هذا العام ما يعني حدوث أكثر من حادث إطلاق نار جماعي في المتوسط كل يوم قال محققون إن الشرطة الإيطالية تمكنت من مصادرة ما يفوق أربعة أطنان من الكوكاين وتبلغ قيمتها 240 مليون يورو أي ما يعادل 257 مليون دولار في ضربة قوية لعصابة المخدرات الكولومبية كلانديل جولفو الشرطة قالت إن هذه الكمية تعد الأكبر من نوعها في أوروبا حيث جاءت نتيجة تحقيق دولي أسفر عن إصدار أوامر باعتقال 38 شخصاً في ست دول وهي إيطاليا واسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا هذا واستمر التحقيق أكثر من عام ليشمل كل من القضاء الكولومبي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية ونعود للخبر الوطني حيث رأى الدار الأمن لرعاية الأطفال المتخلى عنه من نور في نوامبر 2017 بمدينة تيزنيت لتكون أسرة بديلة وأملاً لهذه الفئة وإعادة اندماجها اجتماعياً وتمكينها من المهارات الدراسية والمهنية اللازمة روبرتاج لعبداللطيف بن طالب أطفال في حصة جماعية للمطالعة غير أنهم ليسوا بأطفال عادي فهم في وضعية صعبة انقذوا من براثن الضياع والتشرد أكثر من عشرين طفلاً من مختلف الأعمار يعيشون حياة جديدة تحت جناح أسرة كبيرة اسمها دار الأمل تقدم هذه المؤسسة خدمات اجتماعية تربوية تقافية لفائدة مستفيديها الذي لا يبلغ عددهم في الوقت الحالي بمجموعه 23 طفل وطفلة بالهم المتخلع لهم خمس سنوات على إنشاء دار الأمل في تزنيت بطاقة استيعابية تبلغ أربعين سريراً هي مشروع في إطار محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة نهزت مليونين وسبعمائة ألف درهم تحسنات الوضعية للأطفال لأنه كانوا في واحد الوضعية اللي هي ماشي مريض ماشي في المستشفى إذن دبا ولت الوضعية المواضحة إذن حتى الكفالة كانت كان الرفع من هذه الكفالة لكن الناس يقدم كانوا لإقبال على الكفالة دار الأمل تأتي لتعطية غياب وحدات اجتماعية لاحتضان هذه الفئة الهشة واعتباراً لكون الأطفال المهملين من بين الفئات المستهدفة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلى صعيد آخر جرامس توزيع نظارات طبية وأجهزة السمع لفائدة عدد من الصائقين المهنيين على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وذلك بمبادرة من الوكالة الوطنية لسلامة الطرقية نارسا وتأتي هذه المبادرة في ختم حملة طبية من أجل تقييم أهلية هؤلاء المهنيين على السياقة نهاية هذه النشرة مشاهدينا تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكراً لكم على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر